سلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته اليوم انشاء الله سندروا خبزة البركان محشية رح نحتاجوا فيها نصص دارة على الجاج او لا تعدانت انا درت صدارة على الجاج قطعتوا هكا مكعبات صغار درتوا في المقلاء بلا زيت حتى نشوف من المتاعو نديروه على نار متوسطة ونحركوه لانو لدرنا الزيت ودرنا صدارة على الجاج مع بعض رح لا يتقلاش لانو الجاج يطلق المتاعو بعد ما يشوف من المتاعو درت شوية زيت في المقلاء نديرو غير شوية الزيت ونديرو النار متوسطة باش يطيبنا الجاج يعني وما يخرش المتاعو نقلوه ذكرة هنضيف له شوية سكنجبير يعني زنجبيل بودرة السكنجبير مع الجاج يجي روعة عنده بنا نديرو شوية تاع الكوركم اختياري تبغوا ما تديروش ما ممكن ما تديروش وراح ندير شوية تاع الفلفل نديروش ونقلوه تكرح نضيف الخضار باش ميتحرقون ناش لزي بيس عندي البصل حبه بصل صغيرة مقطعة صغير فصوص تاع الثوم مرابين فلفل حلو ممكن استعملو الخضر او ممكن استعملو فلفل احمر و الجزر حبه تاع الزرودية مرابين ممكن تزيدو الكورجة يعني الكوسة القرعة واللكوسة راح ندير الخضار امع الجج احتهو ما باش يزيدو يتقلعو نخلط كلش مع بعض ونخلي هاد لا فخص ولا هاد الحشو يطيب على النار هادية ترك نقص للنار ونخليها باش تطيب لي الفلفلاء والبصل ما ننسوش الملح ذوك نضيفو الملح ندرت شوية تاع الملح ونزيد شوية في فلفل كحل ونخليها الطيب راح نحضروا لاجينا مع بعض عندي هنا مغيرفة كبيرة تاع خميرة الخبز ومغيرفة كبيرة تاع السكر حرش ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقة كبيرة سكر حرش مع كاس حليب دافي كاس حليب دافي وكاس ما دافي كاس حليب وكاس ما ندفوهم ما يكونش سخون وما يكونش بارد يعني يكون دافي خلطهم باش تتفاعلي هديك الخميرة راح نضيف بياض حبة بيض والصفار نخليه راح ندهنوا به من فوق راح نضيف نصف كاس تاع الزيت ممكن تستعملوا زيت زيتون اللي تبغي زيتون راح نضيف مغيرفة صغيرة تاع الملح دايما الملح تنديروا السكر والخميرة نخلوها تطلع شوية ونيروا الملح نخلطوا المواد مع بعض ونضيف الفارينة شوية بشوية حتى تتلملي هاد العجينة راح نخليها عجينة شوية طري يعني شوية تلسق من الشفهاش باش هتجيني الحبزة التاعية يعني جيني طري كما كنت شوفوا الفارينة دايما شوية بشوية أمركم ولا تديروا الفارينة على مرة بتنشفلكم العجينة بشوية ونلمو هنستعمل يدي من الأحسن باش نلمها يعني مشي شرط تعجنوها غير تلموها نخلي إذن بعد ما لميتها غطيتها وخليتها تخمر كما راكم تشوفوا ضاعف الحجم التاحة بعد ما خمرت تراني نهبط فيها ديري الذكف الزيت وتهبطيها نزيم تغطوها كي تديروها تخمر غطوها بابي فيلم وسيرفيا تخلوها في بلاسة دافية كي ضاعف الحجم التاحة تعرفوها باللي خمرت نهبطو العجينة وكي مشتو قسمتها لاثنين بدرت النص اللول في سينية من الأحسن يكون عليها ورقة طهي يعني بابي كويسان باش الخبزة ما تلسقش في سينيوها من الأحسن تستعملو بابي كويسان وراني درت يديها في الزيت وراني نحل فيها لأنه العجينة هذي راهي تتلسق ماهيش عجينة نشفة اللي نحلها بالحلال أنا بغيت نخليها هكا تتلسق باش تجيني يعني باش تجيني خفيفة درك بعد ما حليتها حليت الجزء اللول يعني العجينة اللولة نقسمتها لاثنين درت الحشو لازم لها فخص تكون باردة من الأحسن خلوها حتى تبرد نديرو لها فخص بلا ما نوصلوا لأطراف يعني نخلي هذوك الأطراف باش كندير العجينة اللي من الفوق تلسقلي ممكن بعد ما ديرو لها فخص ممكن نزيدوا أي حاجة بغيتوها أنا راح نزيد حبات تاع الزيتون زيتون إيفيلي زيتون خضر ممكن نزيدوا فرماج رابي يعني ديرو الإضافات اللي بغيتوها درك راح نضيف أنا جبن عندي جبن مثلثات راح نضيف هكا شوية الفرماج لكن عندكم الجبن رابي من الأحسن ديرو درك راح نجيب بسنيوة نحل نديرها لها شيئة تاع الزيت باش نحل العجينة الثانية اللي نديرها من الفوق نجمو تحلوها على بابي كويسا ولا في سنيوة كما شتوا العجينة راهي ماذا تلسق لازم استعملوا الزيت لما تكون العجينة بهذا الشكل تجيكم خفيفة من بعد تجيكم هشة شوفوا كيفاش راي سهلة في الخدماتها لغير وحدها لأنه راح يطريب زيف و راي خامرة نحلوها نحاولو نحلوها شكل دائري نفس الحجم تعالجينة اللولة و راح نقلبها بفوق الأجينة يعني سحفوها بشوية و راح نحاول نزير الأطراف هذوك نضغطوا عليها مليح باش ما تتحلناش من بعد في الفور كما كنتم ترون هنحاولو انه نضغط على الأطراف بهذا الشكل نطويهم باش نجي شكل تحجمي بعد ما كملت رح نحاول الآن نزيد نزير شوية عندي هذك صفار البيض صفارت الحبة على البيض البيض لنا في العجينة والصفار زدت له شوية على الحليب غير شوية على الحليب ممكن نزيد له شوية على القهوة ودهنت بهم الفق بك رح نجيب بوموس كما تشوفو نحاول ندير علامة زائد بالموس من الفوق أنا قدرت الموس منشاريني تعلق الخبز اللي نقطع به الخبز ونبعد نديرو علامة إكس حتى نتحصلوا على هاد شكل هذا يعني الفتحة على البركان درك رح ندير شوية على الجلجلان والسانوج من الفوق هاد شي اختياري تنجمو ديرو غير الجلجلان كما تنجمو ديرو غير السانوج ولا ديرو أي حاجة يعني ممكن ديرو زعتار ولا حسب الرغبة كما اشتو بعد ما درت لها الجلجلان والسانوج خليتها خمرة تشغي شوية ودخلتها الفور هاكم تشوفوا فيها جات حمرة وشابة انتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم احنا نقسمها لكم باش نشوفوها من داخل يعني بالنسبة للفخص انتو ما هالأمر يرجع لكم تنجمو ديرو طون كما تنجمو ديرو فيونداشي يعني أي شي يكون عندكم في البيت ولا تعمروها غير بالفرماج تكترو لها الفرماج هذي هي لاتوخت اللي درناها نهار اليوم انتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم مجربوها وإلى اللقاء